اشتركوا في القناة والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على اهتمام جلالته بتعزيز الجهود الوطنية الهدفة الى تأمين السلامة العامة في كافة المجالات مشيدا بما يليه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص ومتابعة في هذا الشأن من خلال تبني الحكومة الموقرة لأهداف التنمية المستدامة وادراج اجراءات الحد من مخاطر الكوارث وحماية البيئة في برنامج عمل الحكومة في اطار العمل على زيادة معدلات الامن والسلام لدى كافة المواطنين والمقيمين وقد استعرض معالي خطة تشكيل فريق البحث والانقاذ في مهام من خارج البلاد بما يعكس القدرات التي تتمتع بها مبلكة البحرين في المشاركة في ادارة الازمات والكوارث مؤكدا معالي اهمية العمل على تلبية ما يحتاجه الفريق من متطلبات اللوجستية وادارية كما تابع المجلس مشروع المتطوعين لخدمة الدفاع البدني حيث وافق المجلس على استكمال الاجراءات الادارية للبدء في المشروع واناقش المجلس خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للطوارئ والمؤشرات الخاصة بادارة البخاطر على المستوى الوطني حيث اكد معالي الوزير بان مملكة البحرين تبنت اهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة الحماية المدنية المتكاملة للحد من المخاطر وتعزيز الجاهزية الوطنية لادارة الطوارئ التي ترتكز على التعاون والتنسيق بين جميع مكونات المجتمع من وزارات ومؤسسات وافراد وفق المؤشرات والمعايير الدولية المعتمدة للسلامة العامة مشيرا الى اهمية تنفيذ التمارين وتدريبات الوطنية لمختلف حالات الطوارئ بمشاركة الجهات المختصة والعمل على تطوير الخطط والاساليب والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة منوها معالي بالدور الذي تطلع به وسائل الاعلام في متابعة الاحداث ونقل الحقائق وتسليط الضوء على ثقافة السلام والحد من مخاطر الطوارئ وخلال الاجتماع اوضح رئيس الامن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث انه تم تحديث اسلوب منهجي للسجل الوطني للمخاطر يتضمن تحديد المخاطر وتقييمها ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها وفي ختام الاجتماع اعرب معالي وزير الداخلية عن شكره لأعضاء المجلس مشيدا بحرصهم على التواصل والتنسيق لتحقيق الاهداف المرجوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة